بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان كلامنا حول أسباب تأثير الخطاب الثقافي الإسلامي ولكي يكون هذا الخطاب ناجحا ومؤثرا يحتاج إلى تمهيد أرضية مناسبة الأمر الأول الذي ذكرناه في الحلقة الماضية هو العلم والوعي وذكرنا أن العلم والوعي هو الأرضية المناسبة لاستيعاب الناس هذا الخطاب وتقبل هذا الخطاب الأمر الثاني هو لزوم الاستفادة من التقنية الحديثة لإيصال هذا الخطاب ولتعبيد الطريق أمام قبول الناس لهذا الخطاب كلنا نعلم أن غير المسلمين الكثير منهم لا يعرف من الإسلام شيئا والذي يعرفه من الإسلام هو الذي يمثله الفكر غير الصحيح والإرهاب والقتل هناك تصدر الواجهة الإسلامية رجال سواء انتسبوا إلى العلم بحيث اعتبروا زورا بأنهم من العلماء أو بعض الرجال الذين بعنوان الجهاد يرتكبون المجازر والإرهاب والقتل والترويع فهؤلاء تصدروا الواجهة الإسلامية وهذا التصدر طبعا قسم منه بتقصير من المسلمين أنفسهم حيث لم يعكسوا الصورة الصحيحة والواقعية للإسلام وقسم منه استثمار واستغلال الأعداء الإسلام والإعلام المعادل للإسلام لهذه الظواهر الشاذة على حياة المسلمين لكي يركزوا عليها ويعكسوا صورة بأن الإسلام هو هذه الأمور التي تشاهد وأن الجهاد في الإسلام هو هذا وأن الثقافة الإسلامية هي هذه مثلا في العصر الحديث وفي هذه الأيام تصدر التكفيريون الإرهابيون واجهة الإسلام أو واجهة المسلمين بتعبير أدق فهؤلاء لهم الإعلام القوي وأيضا يروج لهم الإعلام المعادي للإسلام وهؤلاء يمتلكون من الإمكانيات الهائلة بعض الدول خصصت ميزانيات طائلة لكي ينشروا هذا الفكر فبناء على ذلك غير المسلمين حينما يريدون أن يتعرفوا على الإسلام يتعرفوا على الإسلام من بوابة هؤلاء هذه البوابة التي تنفر المسلمين من الإسلام قبل أن تنفر غير المسلمين من الإسلام فالخطاب الثقافي الإسلامي والخطاب الإسلامي بشكل عام لأنه لم يستثمر الفرص المتاحة في التقنية الحديثة إلا بنحو قليل تراجع إلى المرتبات الأخرى ولم يتمكن من أن يتصدر الواجهة الإسلامية نحن يجب علينا لكي يصل الخطاب الإسلامي بشكله الصحيح إلى الجميع يجب أن نستثمر وسائل التقنية الحديثة لكي نوصل الإسلام بصورته النقية وبصورته الصحيحة إلى العالم أجمع ولو وصل الإسلام بهذه الصورة إلى الناس فإنهم سيدخلون في دين الله أفواجا ومع ذلك مع هذا التشويح الداخلي من التكفيريين وأشباههم والتشويح الخارجي من أعداء الإسلام مع ذلك نجد أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في العالم وأكثر الناس الذين يتحولون من دين إلى دين آخر أكثرهم يتحولون إلى الإسلام قبل سنتين قرأت تقريرا بالنسبة إلى بلد مثل فرنسا وهو معروف بعدائه الشديد ضد الإسلام وهناك أحقاد تاريخية من معركة بلاط الشهداء في القرن الثاني الهجري وإلى يومنا هذا مع ذلك التقرير يقول أن في فرنسا كثير من الناس يغيرون دينهم من دين ينتقلون إلى دين آخر البعض من اليهود ينتقل إلى النصرانية والبعض من النصارى مثلا ينتقل إلى البوذية أو إلى أديان أخرى والبعض ينتقل إلى الإسلام التقرير يقول أن أكثر الذين ينتقلون من دين إلى آخر إنما ينتقلون إلى الإسلام وهذا بسبب قوة الإسلام الذاتية ولكن هذه العوائق المتمثلة في تصدر الناس الذين هم في الأساس أعداء الإسلام ويشوهون صورة الإسلام هؤلاء تصدروا الواجهة الإسلامية الخطاب الإسلامي تصدروه وتمكنوا عبر بعض الأمور الأخرى أيضا أن يستثمروا الثروات يستثمروا بعض البقاع المقدسة الإسلامية يستثمروا بعض العلاقات السياسية والدبلوماسية وما إلى ذلك لكي يقولوا بأنهم هم الإسلام الصحيح وجهل أكثر غير المسلمين بالإسلام سبب أن يتصوروا أن هذا هو الإسلام وهذا الشيء الذي ينعكس إنما هو صورة مقززة قبيحة خلاف فترة الإنسان خلاف العقل خلاف المنطق خلاف العاطفة ومن الطبيعي أن الكثير ممن لهم القابلية للدخول في الإسلام لا يدخلون في الإسلام بسبب هذا التصدر لهذه الواجهة السيئة ينبغي على المؤمنين وعلى المخلصين للإسلام أن يحاولوا أن يزيحوا هؤلاء من تصدر الواجهة الإسلامية لكي يظهر الإسلام بصورته الحقيقية ولكي يصل إلى جميع الناس في مختلف بقاع الأرض وكذلك ينبغي الاستثمار في وسائل الدعاية ونشر الفكر هناك وسائل للدعاية ووسائل لنشر الفكر مثل الفضائيات مثل المسارح مثل الأفلام مثل المنابر الندوات المؤتمرات يجب أن تعقد لا بصورة روتينية وإنما بصورة حقيقية وهذه كلها تساهم في إيصال رسالة الإسلام إلى شرائح واسعة من المجتمع البشري البعض يستغرب كيف أن اليهود والنصارى يظنون أن اليهود هم قتلت المسيح طبعا ظن باطل لأننا نعتقد أن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى رفع المسيح إلى السماء ولم يتمكن أحد من قتله بل شبها لهم ولكن النصارى يعتقدون أن اليهود هم سبب صلب المسيح وورد في كتابهم المقدس الإنجيل ذلك وتاريخ اليهود مع النصارى تاريخ سيء جدا بحيث أن النصارى في أوروبا وغير أوروبا اضطهدوا اليهود وما من بلد أوروبي إلا وقد طرد اليهود منه في القرون الوسطى وكثير من اليهود الذين يعيشون في البلانة الإسلامية يلتجأوا إلى البلانة الإسلامية من ظلم الظهاد النصارى في القرون الوسطى لهم ولكن مع ذلك نجد أن هذا العداء المستحكم لليهودية من قبل النصارى والتاريخ السيء المليء بالظلم والإضطهاد من النصارى لهم تحول لقدرة قادر إلى دفاع مطلق عنهم بحيث أن الشعب الفلسطيني مثلا وهو صاحب الحق تحول عن نظر كثير من الغربيين إلى أنه هو الظالم الشعب الذي شرد من بلده وصودرت أراضيه وقتل واضطهد خلال هذه الستين سنة الماضية بل قبل هذه الستين سنة الماضية أيضا يعني قبل أن يعلن تشكيل الرسمي للكيان الصهيوني أيضا كان الفلسطينيون مضطهدون مع ذلك نجد أن الغرب المسيحي يدافع عن اليهود ولا زال إلى يومنا هذا لماذا هل لأن تاريخهم كان تاريخ تعايش سلمي كلا هل لأن النصارى يعتقدون باليهود كلا بل يعتقدون أن اليهود قتلت المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد الباطل ولكن يعتقدونه الجواب على ذلك أن كيف تمكن اليهود من ذلك لأنهم تصدروا الإعلام وطبعا هناك أيضا مصالح استراتيجية وأمور أخرى ولكن نحن نتكلم من هذه الزاوية الإعلام فصور الظالم مظلوما والمظلوم ظالما بحيث أنه الآن الأكثر منهم يدافع عن الظالم ويتصوره مظلوما وهو ضد المظلوم ويتصوره ظالما الإرهاب الإرهاب الإسرائيلي يتصور بمعنى أنه دفاع عن النفس مع أنه إرهاب بأبشع صوره لماذا؟ لأنه استفادوا من وسائل الإعلام والله عز وجل في القرآن الكريم حينما يقول أن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة يستثني استثناء فيقول عز من قائل إلا بحبل من الله وحبل من الناس يعني هذه الذلة ترفع عنهم بحبل من الله يعني الإيمان بالله حسب ما يريد أو بحبل من الناس يعني أن يكون هناك من الناس من يؤيدهم كما هو حاصل في الحال الحاضرة معنى ذلك أنه لو كان هناك اهتمام بالإعلام ذاك في باطله اهتم بوسائل الإعلام وسائل الدعاية وسائل النشر وتمكن من الوصول إلى هدف كان يريده ولو هذا الهدف باطل فكيف بنا إذا في حقنا والله سبحانه وتعالى ينصر من نصره لو استثمرنا هذه الإمكانيات المتاحة لتمكننا من إيصال صوت الإسلام إلى العالم أجمع ولأن الإسلام يناسب فطرة كل إنسان فإنه حينئذ يتمكن من التأثير فيهم لو رفعت الحجب بين الإسلام وبين هؤلاء الغشاوة التي على أبصارهم وعلى قلوبهم لو رفعت بسبب هذا الإعلام لدخل كثير من الناس إلى دين الله أفواجا طبعا هناك هناك أرضية موجودة وهناك إمكانية موجودة وكثير من وسائل الإعلام والنشر والدعاية يمتلكها المسلمون ولو البعض لجهله يحارب هذه الوسائل ولكن ينبغي علينا أن نستثمر هذه الوسائل ونطورها مثلا من باب المثل ومثال جزئي كلنا نعلم أن هناك من الشعائر الحسينية التي يقيمها كثير من الموالين في أيام عاشراء هي التشابيح سواء تشبيه القاسم عليه الصلاة والسلام أو تشبيه العباس أو تشبيه أخرى طبعا الكثير من أدعياء الثقافة يحاربون هذه التشابيه ويصورون أن التشبيه هو مضر بالفكرة الحسينية وبالإسلام وبالتشيع ولكن في الوقت نفسه نفسها أولاد عياء الثقافة يؤيدون المسرح ويؤيدون المسارح والأفلام وما إلى ذلك مع أن التشبيه تأثيرها تأثير أكبر وأبلغ من المسارح لأن المسرحيات عادة لا تتضمن الحقائق وإنما مجرد ملء فراغ أو وقت للناس في حين أن تشابيه الحسينية هي تعكس الصورة والتاريخ وكثير من الحقائق التي كانت في قضية كربلاء وقضية عاشوراء فهناك أرضية موجودة هناك كتب تكتب هناك محاضرات تلقى هناك مجالس هناك أشعار هناك كثير من هذه الأمور موجودة ولكن ينبغي إيصالها إلى العالم ما يحتاج منها إلى الترجمة وإلى اللغات الأخرى يستفاد من التقنية الحديثة لإيصالها إلى الناس أجمع هذه النقطة الثانية في إيصال الخطاب الإسلامي بشكل صحيح النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة وقد أشرنا إليها في بعض الحلقات السابقة إدخال المفردات القرآنية أو الكلمات القرآنية إلى المناهج العامة وليكون الخطاب مفهوما يعني نحن الآن نشاهد أن كثيرا من المسلمين يستمع إلى القرآن وحتى من العرب يستمع إلى القرآن ولكنه لا يفهم الآية لماذا لا يفهم الآية لأن المفردات الموجودة في القرآن الكريم كثير من هذه المفردات لا تستعمل في المناهج العامة لا تستعمل في الإعلام لا تستعمل في الكلام اليومي لا تستعمل في الكتابات وإذا هم استعملت تستعمل بشكل نخبوي لا بشكل عام فإذا الإنسان لم يعرف المفردات من كلمة أو من جملة لا يلتفت إلى تلك الجملة لأن الجملة تتكون من المفردات وهناك إضافة إلى أنه إلغاء بعض المفردات القرآنية من كلام اليومي ومن الاستعمال اليومي هناك أيضا تشويح لبعض المفردات القرآنية بمعنى استعمال تلك المفردات في غير مفاهيمها القرآنية أو استعمالها فيما يناقض مفاهيمها القرآنية فتأتي الكلمة بمعنى هذا المعنى لا يراد في القرآن يستعمال الاستعمال اليومي حينما تأتي وتستمع إلى الآية وتلك الكلمة موجودة في تلك الآية إما الإنسان لا يفهم الآية أو يفهمها بشكل مغلوط ومثلنا في بعض الجلسات الأخرى بكلمة الإرهاب الإرهاب في المصطلح اللغوي هو التخويف هذه الكلمة استعملت في القرآن في معنى سامي وهو مفهوم الردع أنت إذا كنت قويا وخصمك علم بأنك قويا فإنه لا يهجم عليك هذه القوة ترهبه بمعنى أنه تردعه من هجومك من الهجوم عليك الآية الشريفة تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يعني في الثغور أيضا يكون هناك مجموعة يرابطون لكي لا يتمكن العدو من الدخول من هذه الثغرات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لماذا؟ الآية تقول ترهبون به عدو الله وعدوكم عدو الله وعدوكم هذا يرتدع عندما يعلم بأنك قوي وأنك قد سددت الثغرات لكن الإرهاب صار له مصطلح سياسي المصطلح السياسي ماذا يقول القاتل والترويع والتخويف للوصول إلى أهداف سياسية فكلمة الإرهاب في الإصطلاح المتداول اليومي تستعمل في معنى سلبي في حين أن نفس هذه الكلمة حينما استعملت في القرآن الكريم استعملت بمعنى إيجابي كن قويا لكي يخاف العدو من الهجوم عليك يكون هناك ردع له لكي لا يهجم عليك وهذا الأمر في الحرب الباردة كان واضحا حينما كان مثلا إحدى القوتين العظميتين أو العظميين حينما كانت تمتلك أسلحة وهي تعلم بأنها سوف لا تستعمل هذه الأسلحة النووية وغير النووية ولكن كانوا ينتجون هذه الأسلحة لكي يردعوا العدو الآخر القوة العظمى الأخرى ولذا كانوا يعبرون عنها الردع النووي كلمة الإرهاب في المصطلح القرآني تستعمل بهذا المعنى بمعنى الردع لكن في المصطلح السياسي اليوم يستعمل بمعنى سلبي وهو القتل والتخويف والإرعاب للوصول إلى أغراض سياسية هذه الكلمة القرآنية لا تستعمل بمعنىها القرآن وإنما تستعمل بالمعنى السلبي الآخر اللي هو المصطلح السياسي فالنتيجة ماذا النتيجة أنه عامة الناس حينما يستمعون إلى هذه الكلمة يأتي إلى أذهانهم المعنى السلبي ينبغي علينا أن نعمم بين الناس المفاهيم القرآنية والكلمات القرآنية لكي أولا يفهموا القرآن بشكل سليم وصحيح وثانيا لا يفهموا القرآن بشكل مغلوط حينما يستعمل الإصطلاح في معنى آخر تعميم هذه الكلمات القرآنية عبر الإعلام وما إلى ذلك يساهم في فهم الناس للخطاب الإسلامي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين من الحمد لله بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة